النهاردة هنتكلم عن أبو الأنبياء عن خليل الرحمن عن إبراهيم القرآن بيهتم بقصة إبراهيم اهتمام بالغ وحططها في 235 آية من آيات القرآن هنلاقي أن كلمة إبراهيم تارد 69 مرة في القرآن القصة هنلاقيها مبعثرة على صور كتيرة منها البقرة ومنها الأنعام ومنها الأنبياء ومنها الشعراء ومنها مريم وحنلاقي أحيانا أن فيه تشابه بين قصة إبراهيم في العهد القديم والقرآن وحنلاقي أحيانا أن ما لهمش علاقة ببعض خالص يعني مثلا قصة زي قصة ضيف إبراهيم المكرمين لهم الملائكة اللي جميع يبشروا إبراهيم بغلام وقدم إليهم عجل سمين وأكلهوش وخف منهم وبعدين أعملوا البشرة هنلاقيها في العهد القديم وحنلاقيها في القرآن قصة زي قصة الذبيح إنه كان جاله أمر ربنا أو في القرآن شاف منام إنه هو بيببح ابنه فراح وجدوا سله للجبين وفديناه بذبح عظيم دي هنلاقيها برضو متشابهة وإن كانت التفاسير طبعا اليهودية والإسلامية بتختلف إذا كان ده إسحاء ولا إسماعيل وحنلاقي قصص طبعا زي مكة والقصة إن إبراهيم جاء مكة وبنى الكعبة مع إسماعيل أو قبل كده حط هاجر وإسماعيل في ودن غير دي ذرع دي طبعا ملهاش أي أساس لا في العهد القديم ولا في أي أساطير تامية دي الأسطورة الإسلامية اللي هي إيه يعني أنتجة الإسلام منتج عربي إسلامية وحنلاقي قصص تانية زي إبراهيم اللي هو بيقاتل مع ابوه وعنده مشاكل مع قومه بيكسر أصنامهم وبيرموه في النار وربنا بيتدخل وقولي ينار يكوني بردا وسلام على إبراهيم معي في الستوديو الأستاذ محمد المسيح خبير المخطوطات وخبير أيضا في أساطير القرآن أو القصص القرآني وفي القراءات بما إن تخصصك الأساسي هو القراءات أنا لاحظت وأنا بأقرأ قصة إبراهيم في السورة المختلفة للقرآن إن في سورة البقرة بالذات إن في سورة البقرة بالذات إبراهيم تكتب بدون ياء إن إبراهيم تكتب حتى بدون نبرة للياء تكتب وكأنها أبراهيم لو أنا تخيلت المخطوطة القديمة حألاقي إن ما فيش نبرة ما فيش طبعا ألف مدلة إن ما كانش موجود في المخطوطات الأولى لإبراهيم في سورة البقرة فقط تكتب بدون ياء وليه في كل السورة التانية بتكتب بالياء فبالتالي الاحتمال الأضمن هو أن بداية تدوين القرآن كان بسورة البقرة لأن سورة البقرة هي أول سورة فيها كلمة إبراهيم ففي بداية التدوين رسمت هذه الكلمة إبراهيم بدون نبرة فزي ما حضرتك تفضلت إن قراءتها أبراهيم كما هي في الأصل لأنه في الأصل الأرامي والسرياني والعبري بأبراهيم ولكن في المخطوطات القديمة ألف المد لم تكن موجودة فهي بدون ألف المد ففيما بعد تطور الكتابة والرسم فأصبح يشيرون لألف المد بنبرة فعلى هذا الأساس نجد في سورة البقرة نجد سورة العمران نجد هذه النبرة موجودة هذه النبرة في الأساس هي إشارة لألف المد وليس للياء فهي قرأت بالخطأ إبراهيم وهي المفروض أبراهيم لماذا؟ لأن هذه النبرة هي دلالة على ألف المد ولو شفنا مثلا كمثال مثلا في سورة إبراهيم نفسها في الآية خمسة نجد أن كلمة بأيام وذكرهم بأيام الله نعم نرى بوضوح أن هذه النبرة موجودة قبل الميم إذن النبرة هي دلالة على ألف المد نعم يعني ده في تطور كتابة المخطوطات نعم اللي عملوا المخطوطات فيما بعد أخطأوا وحطوا نقطتين تحت الياء بتاعت إبراهيم نعم ده في عصر التنقيت يعني بدأ إبراهيم بدون نبرة وبدون شيء كانت أبراهام نعم وبعدين أضافوا لها نبرة عشان يعرفوا أنه هنا في ألف مد نعم فقال النسخ فيما بعد حطوا نقطتين تحت وخلوها إبراهيم إبراهيم صحيح هي هذه اللي جرى بالضبط جميل جدا جميل جدا طيب نخش في القصة بقى بتاعت إبراهيم والاختلافات بين العهد القديم وبين القرآن أول اختلاف طبعا لافت للنظر أن في العهد القديم إبراهيم أبوه اسمه تارح نعم أو تارح نعم في القرآن اسمه آذر وحتى ناس كتير من المفسرين يعني كانوا حتى بيستخدموا كلمة تارح نعم أعتقد الطبري بيستخدم تارح كمان يقول نابوه كان اسمه تارح ووليه اسمه ثاني اسمه آذر وحاجات زيك نعم إيه سر هذا الاختلاف في الاسم نعم هذا الاختلاف هو طبعا نتاج ناتج عن خطأ قد ارتكبه أحد المؤرخين اللي هو اسمه يوسيبيوس في القرن الثالث الميلادي وهو كان مؤرخ يوناني فلما كان بترجم هذه اللغة التوراة فهو أخطأ في كتابة كلمة تارح فكتب آثر آثر نعم وبهذا دخلت في اللغة السريانية كآثر وهم السريان اعتبروها على أساس أنه ممكن يكون لقب آخر ولكن هذه الكلمة آثر تغيرت في اللغة العربية لما انتقلت من اللغة السريانية للغة العربية أصبحت آذر آذر هو هذا التفسير الموجود نعم السجال القصة بقى اللي هي الكبيرة أوي اللي يعني مذكورة في القرآن ومش مذكورة في العهد القديم خالص نعم هي قصة إلقاء إبراهيم في النار يعني والقرآن جاب القصة دي بالتحديد منه نعم هي كما قلنا أنه في نفس المدراش في مدراش هو الأصل طبعا موجود في مدراش ربا ايه مدراش ربا ده؟ مدراش ربا هو أحد تفسير العهد التوراة نعم كتاب يهودي نعم كتاب يهودي كتب من أجل تفسير الآيات الموجودة في التوراة نعم وطبعا مدراش ربا في الفصل 17 اللي هو يفسر صفر التكوين وخاصة قصة إبراهيم بيقول أنه لما وصل الحوار يعني صار الحوار عقيم فقرر النمرود أنه يرمي إبراهيم في النار هو طبعا في التوراة زي ما حضرتك تفضلت أنه موضوع النار مش موجودة يعني القاوف النار مش موجودة مش موجودة ولكن في لما في القرن الأول الميلادي كان فيه عالم من علماء اليهود اسمه يونتان بن عزيل يونتان ده هو عمل ترجمة من اللغة العبرية للغة الآرامية وطبعا من الآرامية نقلوها للسريانية وهكذا نعم في يونتان هذا العالم هو لم يكن يعلم أن كلمة أور اللي هي في الأصل أور كالكالدانيين إيه الكلمة الجملة إيه اللي هو الجملة في التوراة أو العبارة في التوراة بتقول أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين الرب بقى بيتكلم مع مين الرب بيتكلم مع إبراهيم تمام بقول له أنا الرب الذي أخرجك نعم من 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 أور الكلدانيين من أور الكلدانيين أور دي المفوضة أن هي المدينة اللي إبراهيم منها اللي هو حتى في العراق في مدينة اسمها أور بقولوا هي أقدم مدينة في العالم وإبراهيم كم منها صحيح فكلمة أور باللغة البابلية القديمة معناها مدينة زي ما حضرتك تفضلت ومنها كلمة أور شليم لمدينة السلام اللي هي القدس فالكلمة أور اللي هي معناها مدينة هي لما ترجمها يوناتان للغة الآرامية هو افتكرها أنها كلمة عبرية والكلمة العبرية أور معناها النار فهو ترجمها على أساس نار وليس على أساس مدينة فأصبح عندنا نص آخر باللغة الآرامية يقول هذا النص أنا الرب الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين أنا الرب الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين ودي الترجمة الآرامية اللي اتخذت منها السوريانية وطبعا احنا عارفين أن المصادر الإسلامية تعتمد على المصادر السوريانية في نقل قصص العهد القديم وتفاسيرها وهكذا فظلت هذه القصة اندمجت بالقصة بتاعة المدراش أو اللي هو المؤلف المدراش اللي فسر الآية اعتمد على النص الآرامي نعم وكتب على أساسه أن إبراهيم يعني نسج القصة مدام فيه أنا الرب الذي أخرجك من تنور تنور يعني فرن فرن نعم بالضبط كده طب تنور يعني فرن نعم أعمل قفزة صغيرة كده نعم في آية بتتكلم عن طفان نوح في سورة هود أعتقد نعم بتقول يعني بعد الفيضان ما حصل ولما فارت تنور قل نحمل فيها فلما جاء أمرنا وفارت تنور بالضبط نعم لما جاء أمرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين نعم طب مدام التنور معناها الفرن وده معنى العرب اللي احنا عارفين نعم صحيح أنا الآية دي كانت بتعملي مشاكل لما قلت بقرأها حتى من زمان لما فارت تنور إيه علاقة فوران الفرن بفيضان الأرض وإن أحمل من كل زوجين اثنين هو نفس الخطأ اللي عمله يوناتان اللي حول أو ترجم كلمة أور لكلمة تنور نار فأصبحت حتى في قصة قصة نوح أنه فار يعني الفيضان صار في أور في المدينة فأصبحت المدينة مغمورة بالمياه مش معناها يعني فلما فاضت أور لما فاضت أور نعم خل نحمل فيها من كل كده المعنى يستقيم طبعا نعم صحيح لأنه هو الأصل بس أنا بستغرب يعني إزاي يعني القرآن يعتمد على ترجمة خطأ يعتمد على أساطير مش معتمدة كتاب زي كتاب المدراش اللي فيه القصة دي أصلا هو كتاب تفسيري نعم هل الكتاب ده هو معترف به من كل علماء اليهود أنه هو مصادره صحيحة والكلام دو ولا يعني واحد من الكتب نعم هو معترف به وطبعا هو تفسير هو بيفسر اللي موجود في الآيات زي عندنا في الطبري أو القرطبي بيفسر الآيات رغم أنه النص القرآني ما بيدكرش بعض التفاصيل أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن متابعتكم نواصل في الحلقة القادمة الحديث عن مصادر القصص القرآني تابعونا على حامد دوت تيفي وعلى الفيسبوك بوكس أوف اسلام تابعونا على حامد من الفيسبوك بوكس أوف آلال Shawn تابعونا على حال